حيث أنا عشت سما واما بغيت سما بكي واما قبل ما الخرج كنقول كيفاش غدي تقبلني العالم برا سوكينا مرحبا بك أربي خليك فرحت بزاف اللي بغيت تجيني لا شرف كبير لي أنا اللي كانت شرف خاصة أنه ملي سهولت إليك الناس لكي عرفوك شخصيا قصما بالله هاد الأواشر ما كانش حد لي ما قالش لي أطيب خلق الله كميدة دينا رب يخليك أنا عاشي مني متابعة أنا قبل ما نبقى في الغيزة والسوسيوم كانت تفرج فيك هاكوف فاش كنتي بقناوات تونسية الله يجيب نفس الصواق غزالة الموضوع اللي يجاني في اسمي تك يونيفيدا نصي كانت شي حاجة اللي واضحة عندي ووضوح الشمس كشخصيا نبغين نستقبلها ما عليهم أنه نحنا ما كنعرفوش باضياتنا خارج هاد الحلقة وتواصلنا في هاد المدة القليلة وقنا ريوسنا بزا بدينا نحوية جامعيننا صح قلنت غادي نهدر على الحق في الفرصة الثانية في الحياة لدغوة على الدوزيام شانس دان لافي بدون أحكام مسبقة بدون الأحكام دي المجتمع بدون النظرة دي المجتمع بدون أن يشار إلينا بالأصبع كيفاش كنموتو كنحياو ونتي شحال من مرمتي أنا كانت تنصرفق فأنا كان دائما كان قولها في ليلايف زيالي بللي الحق مبقاش كي كي يتعطى كيتخاد حق تيتخاد ولتي بعد المجتمع المجتمع طبعا ما كيرحمش ومع مر المجتمع ما غي يعطيك الحق فانتي قلبي على حقك في أي مجتمع أي بلاصة في أي مكان في أي زامن في أي ضرف من الضرف هاد المجتمع هادة اللي كان واحد الفئة منه كبيرة اللي انتي أزيز عليها بزاف عندك تبارك الله واحد لكم ينطي اللي حدا فعليك بروح بروح بالدم هادة شي جميل لأنك كنشوفوزها في اللايباس جالك الإنسانة كتر من البلوغوز يمكن ولا كتر من سيدة الأعمال مع العلم أنك سيدة أعمال رائعة أنا كم بقى نتفرج كم بقى نشوف شي أنا تبيعي ليس طابول بلدي مليون شري أنا عارفة بلي ماشي منتقلولة Mohammed كنت في هاد الحاله انتي إله ذابا يان دنيها ما كانش ساهلا الملاقيات اللي شفتي في في حياتك ما كانوا ساهلين الباشر لي تعرفت إليهم ما كان ساهل كانوا تغارات كانوا ماشي أخطاء كان سوق اختيار في بعض المراحل وهدو مسائل اللي كبروك دائماً أنا كنقول واحد لكلمة إحنا ما كان ما كيكونوش أغلاط كنكونو درنا تلقينا مع ناس فوقت ما كيناسبناش ودوك الناس ما كيكونوش ناسبينا والغلاط كانت تعلمو منو لأن الحياة أغلاط يو كيش نقولو راحنا غانعيشو بلما نغلطو كنا كان نغلطو غير كل واحد كيفاش كيوقع في الغلاط ولك كل واحد كيفاش كتجي صرفيقة كيفاش كياخد لك لك دي الحياة صفعان أنا ما كان ندبش على شي حاجة وقعت لي أنا كان نوض أي حاجة كتوقع لي ولا كان عيشها دايغنا نهرفش وقع لي مشكيل دارنا كيبكي أنا ما كان بكيش وقفة صامدة ما بكيتش ما بكيتش دمعة ما نزلش لي من عيني تحملة مسؤولية الأفعال دي طبعا لأنه تعرفت بناس الغلط فوقت غلط لي أداني الغلط وفي هذا كل وقت اللي كان عندي تقريبا واحد ساعة اللي خسني ناخد فهذا دي سيزون كبار لنا ما عارش فين غادي ما عامل غانتلاقش نو غايوقع لي غانعود نشوف دارنا ولا ما غانعودش نشوفه فدوكو كان خسني ناخد دي سيزون فوقل الشام كي يجاتني الموكالمة أنني أراني غادي نتحكم المؤسسة سيجنية كي سلت سبردلتي حيض اللي بيجو ديالي سيتانجو غبا كومل الآخر بانسبالي أنا كا ستو نكسبرينس أتنسي نهار اللول في حيات جديدة نهار اللول في حيات جديدة اللي أجودي كتشوفو بها غلامور جديدة سلت سبردلتي حيض اللي بيجو ديالي وقفت كان سرفق فورتي مش هي اللي كتضرب ديبقى فرص انه هي الليو الشوك بس كو كنا انسامبل وبدأت كتطاح ليا دايور رامردات جا تخمبوا في الليبيت فالفام اللي بلو جن في المغرب برا هي اختل للمرضات بهذا المرض هذا كوز بالمشكل ديالي أنا فباش أنا نقويها ونقوي راسي كنصرف قوك نقولها ماشي الوقت أريد فطر الشيكت هكي هالكارتا هالتليفون هالكوفر شنو في يعني بحل كندوز واحد لباساسيون سيتو الباساسيون حيض مسؤولية هي أصلا أنا من ري عوائل كانوا من ري عوائل كانوا من ري عوائل كانوا من ري ناس كنقولوا بالمغربية وراك فوام وفوام اللي كان نوكل مشي غالات ديالي غادي تحسبوا عليه ناس أخرين جميل هاد الجانب اللي فيك ديل تصالح مادات ليمكن كي خليني أنا كنشوف بلي كينين شي ناس اللي كيخولوا لنفسهم أنهم حطوش تعاليق سيلبيا على أساس أنها ما يورا وهم را ما كيعيروك شاة نصرون لأن أي حاجة أنت أي ملومة أنت عطيتي هالشي حد ويعود قال هالك وشي أنا كنعنقول هالهم را ما شي ما يورا تماما را ما شي ما يورا درس كي ما قلت أنت هاد الأزمة هادي اللي دوزتي من حياتك كبراتك حلات لك أعينك على بزاف ديالي حويج درجتك نقول ياريد هاجت في عشرين ياريد هاد الدربة هادي جاتني وأنا عندي عشرين عرفتي عالم آخر طبعا عرفتي قصص خورا عرفت جميع القصص لدرجة أنني اليوم أنا في العالم الخارجي لأنه خصنا نفهم واحد الحاجة السجن هو عالم مصغر يمكن الناس كيشوفوه بواحد نظر أخرى مسيئة بواحد نظر خيبة فأنا معمرني ما شفت الحبس النظرة مسيئة ومعمرني ما شفت ساجين بشيعين خيبة لقبل ولا من بعد المكتب اللي كتمال ياسد أربي فكنقول بمجرد أنني دخلت ليه بحال دوست كولونطا ولا دوست شي شي حاجة لي كانت مشي حرب كانت حياة خورا فقط اللي كان خاصك تأي شيها بش تفهميها بش نفهم العالم الداخلي والخارج حاجة بزاف اللي كيكون غير سامع ما عايش وكيحكم لو هادو شو يعني مون نيفو ديال التفكير اللي وصلت ليه اليوم ما بقاش كيتوقف على هاد الناس ولا كانعطيهم الوقت أنني ندبونسي لني رجي ديالي عليهم بش نشرح ليهم ما تهضروش هلا واحد الحاجة ما عشتوهاش وكان ضيق كان شكر قاع الممتلين ديال كينا دوروف هاد الفيلم هاد هاد المسلسل هاد قرب المجتمع المغربي أكتر من من ساجين سواء مرأ أو رجل وجميل أن بحل هذه المواضيع اللي كنا مع مرأ ما كنا نتطرقوا ليهم اللي كيكونوا في الطابوهات هادا ولكن حطوا الناس في خانة المحابسي ولا المحابسي وما خصاش نهضروع ليهم محشومة وما نكبروش ليهم الشان بمفهوم مخصوم شيكونوا في البراميج تلفزية وما خصاش هاد الموضوع هاد يتترفض تماما جميل أننا نشوفوا بللي اللي بغي قادري اللي نهضروف هاد المواضيع وقدر نجيبو ناس اللي مجربين هاد شي ما شي غير سامعين به وللي عندهم أحكام مسبقاء على الناس انتي قلتي بللي الحكم ديالناس مش حالة دي ما بقاش كيانيك طائع شكل الرأي دياله بقي كيانيك شكل اللي تبغي يبقي يشوفك زوينة في عيني بصراحة أنا كنقول بيني وبين نفسي الناس اللي كانوا معايا في المحنة ديالي هم اللي عندهم الحقوق الكاملة أنهم اليوم يقدروا يزور تليفون ويعاتبوني على كلمة على جيست على شي حاجة من غير هاد الناس هادو وللمتابعين اللي كيبغيوني اللي اللي كان قدم ليهم تا أنا واحد تحية كبيرة واحد الحب كبير حيث كانوا معايا أنا ناس من بعيد أنا جاوا ناس من 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 أمريكان من أستراليا فاش خرجت أنا من نهار خرج جيلي من الحبس كنت مصدومة ومبهورة بدك الحب ديال الناس اللي أنا ما كان عارفوهمش فهادو هما الناس اللي نقدر أنا نحطيهم حق فيا أما اللي بغي يخشيني في واحد البير وأنا أنا كان قدف يوميا أنني نخرج راسي من واحد من واحد الفكر اللي يرا كي يديروه لي كالتنسيو فاكمخونتك في الغيزو سوسيو كان يعيشو واحد واحد الحياة مخالفة تماما مغايرة عليش كنشوفو وراء صورة وراء فيديو وراء ريلز كينا واحد لمعاناة كين ضغط نفسي كين ضغط كين بزافت لحويش فكين حاولون أنا كنحاول نكون سنستخ مع الناس كين بكي كين بخطاشي معا كين بخطاشي معا وما كنحسوش بك متصنع هادي القوة ديالك أنك إنسانة واضحة تفتعامل مع المشاعر الحزينة ديالك ومع الغضب ديالك كين واحد تصالح مادات اللي يحسبوا لك بغينا ولا كرهنا واللي بغى كل اللي يكرهك كل اللي اللي مكت تأجبو الشخصية ديالك ولي اللي يقدر يلوم ما لك فيش حواج اللي كينيه هو ما كينيه كشنتي لأنه هو لي مو صلقي ما شنتي ما يقدرش يحيد لك هادي الشفافية اللي عندك فاش خرجتي خليتي عيالات وراك خليتي عيالات وراك في البلاصة اللي كنتي فيها وخليتي قصاص وخليتي ناس مغبونين وخليتي ناس عندهم آمال وخليتي بزيب ديال الحواج كله نهار كتفكرة في ديالك الناس اليوم ولا وجود أمن حياتك أنا يمكنك أن أعضر الأقل حاجة جوجة النوبات ولا معا ساجينة من سجالة في التليفون اللي كيعيطوا لي أنا غزمو أنا مقدرش نعيط لهم من هما كيعيطوا لي كيسولو في سواء أنا ولا كيسولو في من طريق الأخت ديالي واحد الحاجة واحد الموضوع اللي كنت دائما كان بغي يكون شي شي حد جايبني باش نهار فيه يكون زوين بحالك سيك أنا التعرض علي في هاد المدة ديالت عامو نص دول أخرى باش نقدر نهار ونطرق على هاد الموضوع نتعى المرأة المغربية السجينة المغربية وللسجر بصفاء عاما وارفض أنني نعطي هاد الفرصة لبلاد أخرى وكانت سنة فرصة البلادي أن نطرق لهاد الموضوع والموضوع يدوز في إنشان اللي السجين يشوفها لأنه نحن ندركها في تصوير وزوين والعالم الخارجي سيشوفها ولكن العالم الداخلي ما نغز مو ما سيشوفني شنويك اليوم بحرقة شوفي كانوا وعدك من هاد القلسة هادي اللي بناتنا أنا أنا غا مشول عندهم ما غاديش يتفرجوا فينا غا مشول عندهم وغادي نعودوا القلسة معاهم شو تبرشة اللي ما بغيت نوصل لهم حيث أنا حيش تسمع ومو بغيت نبكي وقبل ما نخرج كنقول كيفاش غادي ستقبلني العالم برا كساسوها العائلة ديالي ولا الخدمة ديالي ولا ولا واش غادي يكون عندي واحد واحد الظهر آخر ولا واحد ولا واحد فرصة آخر في المجتمع المغربي فهذاك الخوف اللي كان اللي كان فيا أنا قدرت ندباسي من بعد ما خرجت بحبكم منتوما بحب المتابعين ديالي بحب الناس بالإرادة ديالك سنتي أو بالقوة ديالك وبالشجاعة ديالي ولكن الناس ما ما عندهمش اللي قدر يوصل لهم كلمة أنه رات قدر تخرج رات قدر تجوجي رات قدر تتعاودي حياتك تعاودي حياتك ما كيش اللي بيقول لهم آمو خرج من القلب من غير المجرب فاستفعك تعرضت لبزاف انتو علي بلاتو وقلت كلمات مشي هذا دي حقيقة ليهم وفي حقهم ميما كيسمعوش غير عائلات ديالهم تيوصلوا لهم أنني هضرت عليهم أنا والوحيدة من بعد إكسبريونس اللي وقعت لنا الوحيدة اللي بقدم تشبت في موضوع السجين هو أنا يا كلابا أنا ويش حالدنا ديال المشاريع نبزاف هذا توا غادي نزيدوا في لسة ديال المشاريع ديالنا وغادي ننتواصلوا مع السلطات وغادي نمشوا ونطلقوا بهم على الأقل نحن ما بغينش نحن ممكن جمعيات كتساعدهم من جمعيات سيدنا الله ينصروا وكتساعدهم وكتش يدبيت ديالهم بدك شي كوتي نحن بغنا نلعوين نفسي نفسي بغنا نمشي وعند هاد الناس يدويوا معنا يلقوا غير معا من يهدروا بغنا نعطوهم موحل جور عادي للآمل طبعا وأنك عينا حياة من بعد هاد الفترة وهديك الأزمة إن شاء الله أنا كنتمنى كنتمنى أنه بلادي يعطي كنتشوف أنا راسي علاش فهد الفرصة هدي غن يعطي أكتر حيث أنا اللي عشت كنتمنى نتعطاني فرصة لأنني نشد بيديهم غير نخرجهم من ذك الهوس اللي كيركمنا داخل تم مياه سوطفش كنكونوا قربا نخرجوا كينا اللي ما تقدرش باقي تناس كينا اللي ما تتبقش تاكل كينا اللي ما تت التخوف من العالم الخارجي ما كنتعرفش كنتسنة زيف ما كنش غير الأزمة اللي يدسي منها انتي كانين أزمات كيدوزوا منهم من الناس يعني واندي ما كنقول لي ما هاز الكتير هاز القليل في قلبه وساكت كاني الناس اللي قدروا يهضروا إلى التجارب اللي كيمروا بها وكاني الناس اللي كيسكتو كيضربوا الطم وكيتعايشوا وكي وكيبقاوا محصورين ولا مرهونين في الرؤية ديال الناس الخريين والأحكام اللي عندهم لهم وهذه المسألة ديالي احنا بغنا نجاوز وكذلك بدل برنامج أنا نعطيه واحد الحرية ديال التأبير اللي ديما أنا كنقول أي واحد أي واحد كيف مكان كيف مكان تقصه كيستحق أنه يكون غالس مقابل معايا وكيستحق أنه يعود قصه لأنها دياله لكل واحد عنده واحد المسار اللي كيحدد المسيرة دياله كيحدد الاختيارات دياله كيحدد المعطيات اللي كتخليه اليوم قالس معايا وعودتني نقول لك أنا فرحانة بزاف ونعود عودتني اختيارة خور نعود عودتني حتك انتي في هذا الموضوع لأنا ما كانش محسنة منك بالنسبة لأنا بش هدري في هذا شي حت انتي ماش سام أباد شي انتي عايشاه هنا في كتكون القوة دياله سوء المجرب لا تسوط لك انتي كإنسانة أنا كنعرفك من دي ماذا ما قوية يعني أخما ما كنتش كنعرفك شخصيا كينا واحد القوة كينا واحد الإرادة كينا كينا واحد الرؤية مستقبلية كينا واحد العزيمة أنك تكون كينا والضواو عليك وبين وتعودي قصتك من قبل هاد الأزمة وثاني كان نعود ونقول منين جاتك هاد الشخصية هاد 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 تكون بين صغير يتباع ولكن يكون وكان شو يجرى ولك في حياتك يجعل تكون متميز شوف فيك طرخت أنا دائما كان قول واحد الحاجة كل إنسان وراء قصص والشخصية ديالتنا كت ترب كتكون وراء حال كان ربي وهي إما على ترب في واحد تلقا الناس تلقا بنيات أنا كانت تلقا معا كي يضرب شوية و كي كان نقول لهم بلغ تنك يلي ميني أنا ما عشتش ما عشتش تش فترة في حياتي لا ستاب لدي حتى شفتها فقد الأوم جالي 14 العام تم بدأت الحياة يعني تزاديتي من جديد تزاديتي من جديد ولادة جديدة 15 العام يالله يالله كتبلغي يالله كتعرفي يالله كتعرفيش كتقولي شب اسم الله كتشوفيش وقع فكنت جيت وليجي أنا ندر الطابلية على قبل أختي ستعزيخ فاش كنقولون ندر الطابلية يعني أنا الأم وأنا الأخت وأنا الأب الأب دي اللي طول في عمره إنسان رائع وليه الفضل كبير على الطربي دي وعلى الفقه ممكن أنا ما قرأتش وما درتش دي كون زيت كون شكي عرف هاتش بأن الحمد الله عندي واحد الدماغ كيميز بزاف الحويش في الحياة واش من التجارب دي ويا أكيد من درست الحياة درست الحياة لا يستهان بيها بي عشرة بديت فيها صغيرة شركة اللولة دي اللي درتها عندي تسحت عام جواج دي تسحت عام اللي يتم عشته عندي ربعت عام كبرتي بكري هزيتي الهم بكري هزيتي المسؤول يا بكري اليوم أنا كن كن قول يعني أنا كن قول الستاج للاخر والإنسان دوز الحفز دوز دوز شنو اللي شنو اللي غادي بقي يشوقيني في هذه الحياة تجي حاجة الدرجة أنه نس نس مبغيت منهم موالو بغيت كتر الحب على شي حاجة خرا مبغيت شلي تقلس معي بس أنا غلام مبغيت شلي تقلس معي بس بتشفق علي بس كتر تدوز تلح ما بغيت شلي تشير لي بس ك بس أنا مش هور ها بغيت اللي تبغي سو كينا قبل ما تبغي كر عمو و جود و ماشي الهدف ما رؤية جالك اللي عندك الدراء حيت تولي نا نعيش في مرغو زمان في عالم استغلالي ولكن رادي الدريبة دي الحياة اللي انت اختاريتي صح نخلص الدريبة انت يمكن ما كنتش ما كنتش كتخيلها تكون كبيرة بحل دريبة كبيرة ليا حتى بحل قلتي الحياة ما اعطتنش واحد شوية انني نجير انا باقي هزا بولزي وكن نظر المعنى الحقيقي التعكل باقي ما حطيتش بولزي وقلت فهنا بيتمتزار مازال مازال ما كانش الاستقرار نعم تال الاستقرار النفسي ما زال ما كانش حيز كان الناس كيرا بطول الاستقرار بالمادة كتبلكو شو خاصها المادة حنا نجيرها حنا نجيرها لانه مادام عندك لطيت كيف مخشي لبي فأكيد غدي يكون عندك المادة غدي تكون والحمد ولله والحمد يعني مع مربي ما خصصني مادة خرجت من ازمة جالي وربع يعني حويج خراء اكتر عارت ذك كان بات انا الحمد لله عندي واحد القناعة واحد التقة فضلا سبحانه وتعالى كبيرة لدرجة الناس اللي كيعرفون يقرأ كيقولون يصد تعطيني انا رأسنا كان تبرج كان دل مكياج كان خرج كان تعرى ولكن فاش كان جي تنظر لاد جين ما كان في قلصتنا ضروري ما كان قولك را كين وكين 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 فام في العلاقتي كان قول لنا ما بايش الفلوس عافك رأ أنا بغيت غير تبغيني ونو بغيك زيتو فلوس أنا نديرة أنا بجيت منوالو يمكن والو شهجة كتيرة بجيت من أقل منوالو من أقل منوالو ومن بعض الأزمر عاوضني ربي بالناس زويني في حياتي وعضني بحب الناس وحب كده وحب هدلي كي بحب الناس لي أنا كتعني لي بزف تلحويش بزف كين وحب لي واساسي كذلك في حياتك ولا مشروط بنتك من بعد حنان والحب والعطاء اللا مشروط بنتي أفخص أنني كان عبت ذك إنسان اللي كتجري كتقاتلي باش هو ما يعيش حتى 0.0% من ذك شي اللي عشت انتي يمكن هذا هو السبب اللي خلاني ما زال ما حطتش الباليزات الجاولي ونقول هنا غد نستقل هدي قصة حياتك الخلاصة ديالك سوكينة اللي كتجري باش الخرين اللي ضايرين بيها الناس اللي ضايرين بيها يكونوا مزين حتى لو على راسي حتى يقدر نفرط في راسي هنا أنا كان فرط في صحة جي اللي ديج كان نعض جي كي كان نقول يوميا أنني بعيدة على بنتي باش أغداولا بعد أغدا حتى الحياة بغات بندم يكون قوي يكون واقف ويضحي وديرت الضحيات اللي يمكن ما كيكونش مرتاح فيهم ولكن خاصهم يدارو طبعا أنا وانا كنت شوف تعالق الناس اللي و ولا ولا كخيتيك ولا السبب عندنا باش كنظر على بنتي أقل حاجة كيقولك ريش خليتي بنتك شنو خصك سيري قبل بنتك بنتي كنشوف أنا دائما كنقول هلون كنقول لهم انتي صحي خيفي سيدالك اللي درتي أنك تقلسي مع بنتك وتبقي مربعي يديك لانتي لابنتك ما نقدي راسك ما نقدي بنتك أنا اختارت أناني نخلي بنتي لاب دي لها لأنه يحترم جدا وكان احترم ممكن ما كتبش لنا الله أن نكمله هدي دمية وذو ما أرزاق ولكن لن ولا وأبدا أنا نغلط في الأب دي البنتي ولو يكون مي سواء ولو هذا احترام البنتي قبل كل الشي لأن احنا في عالم شهرة ما بد تكبر في الموج دام ما تفرضيش عليها كذلك تان ما كان فرض عليها ما كان حتى في مواقف التي تضرها من الداخل وتاشي واحد ما عنده الحق أن يحكم على الوالدين كيف يتعامل مع ولادهم تاشي واحد ما عنده الحق لأن تاشي واحد ما كعرف شنو كان في القلب دي الأم وتاشي واحد ما كعرف شنو كدير الأم فش يكون خاص هالضحي وتاشي ما الواقعة ديالشي وحدين مش هو الواقعة ديالنا احنا الواقعة ديالنا جميل ومتقبلينو بزاف ديال اللي يقين من عند الله سبحانه وتعالى ولا نقبل أننا نتجادلو في الحب اللي عندنا لولادنا هدي ما فيهاش الهدرة ما فيهاش نيقاش نهائيا قدر منعش بكش قدر تكون واخد مني موقف شي حاجة شي تخيلتيها شغلك هدك ولكن أنك تشير إلي بالأصبع وتدخني المحكمة ديال عقلك انت ولا ديال المجتمع لك يشبه لك انت وتقول ليا أم غير صالحة ولا ما قايماش بالطور ديالي هاد المسألة ديان ما تنفحكش وما تنفهمش معها وكل واحد يعرف الحدود دياله كاي نقدر على كسوتك على شعرك على مكياج على حجبانك على شغلك هدك تماما ولكن أي مسألة كتكون عندها علاقة بالعائلة بالأسس ديال الحياة اللي احنا كان نرجعوا ليهم باش كان قدرون وقفوا أنا ما تنقبل ما خصش حديد يدخل ليهم ما شي ما نحقه ما شي ما نحقه وقاع احنا هنا باش نعرفوش انه كان في الجوف ديال كل واحد من الفئة ديال الناس اللي بغاوا تشاركوا معنا هاد الحوار هاده ونكما قلت لي كنتي احسن احسن شخص كان قدر يكون في المكان هاده اليوم وفرحانة بزاف كنت نقدر ندير ثلاثة عرة بعض الحلقات كنت نديرهم معك في مواضيع مختلفة حسن ميجيت نخدم على البروفيل ديالك كنشوف كنتفرج كنقرأ لقيت داخل فخانات بزاف داخل فخانات بزاف وهنا فين كان عارفو القيمة دي المدرسات الحياة اللي كانت استهترو بها والكي استهترو بها الناس اللي ما دازوش منها اللي ما عرفوش شنو القدر انت من عليك اليوم ما سوكينا بالصبر لأنه من بعد ما ما نضجت ما كبرت وليت كان طلب أنا دائما من الله يعطاني الصبر هيدا عندي انفو كاراكتر قبل كان ممكن جو كلاك لبورت كاملي ونزيد اليوم كبرت ما نقدرش نسد البيبان ونزيد انتي كبرتي وانا اليوم كبرت معك الله يعطيك الصبر والله يعطيك السر والله يعطيك منين تكوني والله لا يحوجي كل شي شكرا لك